مشاهدين الكرام في كل مكان برحب بحضراتكم بحلقة جديدة من برنامجكم الاسبوعي عبر الكتاب كلمنا عن كيف وصل إلينا الكتاب المقدس كلمنا عن العهد الجديد بمخطوطاته المختلفة وكيف وصل إلينا العهد الجديد ثم تحدثنا بدأنا نتكلم عن العهد القديم وأيضا مخطوطاته ونصوص العهد القديم الاسبوع اللي فات كلمت عن النص المزوري والنهاردة حابب أتكلم عن نص آخر مهم في العهد القديم وهو الترجمة السبعينية الترجمة السبعينية الترجمة السبعينية التي تعتبر أول ترجمة كاملة لأصفار العهد القديم اللي هي بيرمز إليها بالحروف الثلاثة LXX ودي لأن الحروب دي أرقام فالL بتعني خمسين والX بتعني عشرة فخمسين وعشرة وعشرة يبقى سبعين لكن قبل ما أتكلم عن الترجمة السبعينية دايما بيوصلني يعني رسائل وشخص كده بيحبنا كتير قوي ففي كل صفحاتنا من فترة طويلة يا إما شتيمة يا إما نقد معين وبصراحة لأنه مستوى حواره لا يرتقي إلى الاحترام والتقدير فالواحد أوقات كتيرة حتى ما بحاولش أن أنا أرد عليه لكن استمراره وإسراره أجعلني النهاردة بس أقرأ لحضراتكم ما يصلني من هذا الشخص أنا يعني هو موجود على كل صفحات قناة الحياة وعلى صفحة عبر الكتاب لكن دايما متابعني بالخير وبالبركة فبيقول إيه بيقول تعليقا على الحلقة اللي فاتت يا أشرف يا عزمي الكافر والمشرك النصراني والضال والزمي والكذاب والمخادع يعني كل الأوصاف اللي هو يعني يعرفها كويس حطها وصفني بيها عليك أن تعلم أن كثرة الأناجيل هي بمثابة الدليل القاطع على تحريف الكتاب الذي بين أيديكم يعني عشان عندنا متة ومرء سلوء أو يحنى فإحنا بالتالي هيبقى دا دليل قاطع على أن احنا حرفنا الأناجيل كويس وبيقول إيه بيقول يا أشرف يا عزمي برضو الكافر والمشرك والنصراني والضال إلى آخر هذه الأوصاف يعني ربنا يسمحك ونصلي لأجلك يعني طبعا نحن لا نرد الإساءة بالإساءة أبدا لكن نصلي من أجل الذين يسئون إلينا فبيقول عليك أن تعلم أن المسيح عيس عليه الصلاة والسلام جاء بإنجيل واحد فقط وليس بأربعة أناجيل طب يا عمي هات لنا نسخة من هذا الإنجيل هات لنا نسخة لو إحنا غلطانين ممكن تبقى أنت صح طلع لنا نسخة من الإنجيل الذي جاء به يسوع قل لنا هو ده الإنجيل اللي أتى به يسوع المسيح ودي الدليل والبرهان وإنجيل يكون بيرجع لألفين سنة وإنجيل فعلا كتبوا يسوع المسيح ما يعني أنت بتدعي لكن ما معكش الدليل فبتالي مش أنا اللي بجذب أنت اللي بتجذب هات لي دليل أنت بتقول أنه هناك إنجيل نزل على المسيح فينه فينه كل ده وهم كل ده في أوهام المسلمين كل دي ليست لها دليل واحد ولا يمكن لمسلم أن يأتي بدليل واحد على أن هناك إنجيل نزل على المسيح غير الدليل اللي عنده في القرآن اللي هو دليل شاهد ما شافش حاجة بالزبط وبعدين بيقولي أكمل الإراءة النص ده بيقول أنجيل أو سلام جاء بإنجيل واحد فقط وليس بأربعة أنجيل كما تعتقدون التي تم اختيارها في مجمع نقية كما أكر بذلك القرآن يعني دليل القرآن الكريم أنا بالنسبة لقرآن الكريم ليس دليل القرآن الكريم لا يؤخذ به نهائي النص القرآني لا يؤخذ به لا في محكمة ولا في نقاش ولا في حوار ولا في أي حاجة لأنه زي ما قلت ده شاهد ما شافش حاجة كويس فبعدين نقول ونجد البعض منكم يعترب بإنجيل واحد كمن يكتب على اسم خدمته خادم الإنجيل يعني أنا لما أكتب في الكارت بتاعي مثلا خادم الإنجيل أشرف عزمي فأنا بعترف أن هناك إنجيل واحد ما أنا فعلا بعترف أن هناك إنجيل واحد لأن كلمة إنجيل تعني الخبر الصار وهناك خبر صار واحد لي وليك ولكل المشاهدين أن المسيح يسوع هو كلمة الله المتجسد الذي بحياته وموته وقيامته صنع لنا خلاصا ومن له المسيح له الحياة ده الإنجيل ده الخبر الصار فأنا لما أقول أشرف عزمي خادم الإنجيل دي حقيقة أنا لا وعشك كده لأني جيل الأربعة ما هي إلا تأكيد لإنجيل واحد شخص واحد حياة واحدة هي حياة الرب يسوع المسيح بتجسده ودخوله للعالم وخدمته وصلبه وموته وقيمته وسعوده ده الإنجيل وبعدين إيه هو شاطر أوي زي ما قلوك دايما الإخوة المسلمين غالبا إيه بيعتقدوا في أنفسهم أنهم أسكى الناس دي المصيبة دي الطمى الكبرى كويس هو يريده يقرأ ويفهم لا هو حافظ فبيقولي فلماذا لم يكتب على اسم خدمته خادم الأنجيل الأربعة كويس والدليل القاطع من الكتاب الذي بين أيديكم أيوه هتلي بقى دليل من الكتاب المؤدس يا راجل اقنعني ده أنا منتظر لهذا الدليل من سنين يقولي والدليل سوري خليني والدليل قاطع من الكتاب الذي بين أيديكم الذي يقر بإنجيل واحد يقولي وإنما صعدت بموجب إعلان وعرضت عليكم الإنجيل الذي أكرز به بين الأمم ده بوليس الرسول وايس بيكلم عن الإنجيل الذي يكرز به بين الأمم كيف يتعارض هذا مع حياة المسيح ما هو الإنجيل هو حياة المسيح الإنجيل هو حياة المسيح ما فيش إنجيل نزل على المسيح المسيح هو الإنجيل يليتك تفهم كويس وبعدين بيتزاكى والدليل وعرضت عليكم فلماذا يا أشرف عزمي الكذاب هو الوصفة واحدة بس لم يقل وعرضت عليهم الأنجيل الأربعة يعني بوليس لماذا قالش عليهم عرضت عليهم لأنك يا أبو عريف الإنجيل في فكر بوليس وفي فكر متة وفي فكر مرؤوس وفي فكر لؤى وفي فكر يحنى هو إنجيل واحد هو الخبر السار هو الخبر السار هو شخص المسيح وبعدين يقول وقال لهم كمان دليل آخر وقال لهم اذهبوا إلى العالم أجمع وكرزوا بالإنجيل للخليقة كلها فلماذا يا أشرف عزمي وبعدين شتم طبعا لم يقل اذهبوا إلى العالم أجمع وكرزوا بالأنجيل الأربعة للخليقة كلها هذه هي العقلية عقلية يعني أنا معرفش الواحد إزاي يخش في نقاش بجد مع هذه العقلية هذه العقلية إبليس قد أعمى أزهان غير المؤمنين هو مش قادر يفهم ولا يستوعب إنه الإنجيل صدقني الإنجيل يعني الخبر الصار والأنجيل والأنجيل الأربعة هي الخبر الصار خبر واحد لشخص واحد هو ده الأنجيل فعندنا رواية واحدة اتكتبت بأربعة من أربع زوايا لكنها رواية واحدة لا يوجد تناقض بين متى ومرء سلوء أو يحن حتى ما فيش واحد فيهم بينكر أن المسيح قد أتى إلى العالم وما فيش واحد بينكر فيهم أن المسيح قد حكم عليه بالصلب وما فيش واحد فيهم بينكر أن المسيح قد مات حقا ودفن وما فيش واحد فيهم بينكر أن المسيح قد قام في اليوم الثالث الرب يعطيك فهم يفتح قلبك وينور بصرتك وتعرف يسوع المسيح الخبر الصار يسوع الذي أتى لأجل خلاصي وخلاصك طيب نرجع إلى موضوعنا موضوعنا هو الترجمة السبعينية والترجمة السبعينية زي ما قلت مهمة جدا نحن نقف عندها شوية ليه لأن السبعينية تعتبر هي أقدم ترجمة للكتاب المقدس العهد القديم أنا أكلم عن العهد القديم أقدم ترجمة للكتاب المقدس هي ترجمة العهد الأديم العبري إلى اللغة اليونانية واش كده تعتبر أقدم ترجمة وترجمة مهمة ونص مهم لازم نعرف عنه وندرسه اعتبرها يوسيفوس وفايلو اليهودي وفايلو كان فيلسوف يهودي عايش في الإسكندرية فايلو اليهودي اعتبرها يعني اعتبر أنه إنجاز هذه الترجمة هو اعتبرها كده إنجاز هذه الترجمة هو بوحي هو رأى كده ده رأيه ويوسيفوس أيضا نظر إليها نظرة مقدسة ورسل المسيح فضلوا استخدامها والكنيسة الأولى كانت تستخدمها أكتر لأنها مكتوبة باليوناني كويس لكن قبل ما أقول أي حاجة عن الترجمة السبعانية كل الترجمات كل الترجمات هي عمل بشري أقول له تاني كل ترجمة هي عمل بشري ولكن لهذا ممكن أن يصيب أو يخطئ المترجم في ترجمته حتى ترجمة فان دايك العرب اللي بين إيدينا بنقراها أوقات كتيرة ونقول العبارة دي أنا مش فاهمها فأرجع لي الإنجليزي أو لغات تانية ألاقيها أوضح أرجع للنص العبري أو اليوناني لو بعرف ألاقيها أوضح ولاقي المترجم لم يستحسن استخدام بعض الكلمات دي ترجمة الترجمة ليست نص موحى به من الله الترجمة ليست نص معصوم من الخطأ عشان كده من أفضل الأمور أن يكون عندك أكتر من ترجمة وإنت بتقرأ الكتاب مؤدس أو بتدريسه يبقى عندك ترجمة واثنين وثلاثة ويعني يبختك لو بتعرف لغات سوى إنجليزي ولا فرنساوي ولا أسباني ولا إيطالي كويس ويبختك لو بتعرف عبري أو يوناني اللغة الأصلية أن أنت ترجع للنص الأصلي فالترجمة هي عمل بشري أوعى تفكر في يوم الأيام أنه هناك ترجمة على وجه الأرض خالية من الأخطأ أوعى تفكر كويس الخالي من الأخطأ هو النص الأصلي الذي كتب بلغته الأصلية لن نسخ خالي من الأخطأ ولا الترجمة خالية من الأخطأ لكن هناك ترجمة وإحنا عارفين طبعا أي واحد بيدرس ترجمة عارف إنه هناك مدارس مختلفة للترجمة هناك مدارس مختلفة للترجمة عالم الترجمة ده عالم كبير جدا وهناك مدارس مختلفة ويعني نسميها أبروتشيز مختلفة للترجمة إزاي أقدر أترجم النص اللي بين إيدي ده طب أنا هترجمه هل هترجمه حرفيا كل كلمة قبالها كلمة مساوية لها بالزبط طبعا الأخوة المسلمين يقولك آه شوفوا بقى أهو بيقولك إنه الكتاب اللي بين إيدينا ده ممكن يبقى فيه أخطاء أنا بقولك ده ترجمة وإنت يا شاطر أيضا الترجمة بتاعة القرآن مليانة أخطاء بل مليانة تزييف كويس راجع الترجمات الإنجليزية للقرآن عشان كده حتى لما يجي ترجم القرآن ده ترجمة معاني القرآن عشان إيه يهرب من النقطة دي ترجمة اللي معاني لأنك لو ترجمت القرآن وهو شعر هيبقى تربانتيتا يعني ملوش أي معنى لو ترجمته حرفيا ده شعر هترجمه إزاي حرفيا لكن هو يترجم معاني القرآن وبعدين هتجيب الساجع منين اللي موجود في القرآن ترجمه كده للأسباني وشوف هيتلع نفس النص في قرآن ولا لا طبعا لا هيتلع نص آخر خالص كويس فيها إيه يا إما المترجم بيتبع أسلوب الترجمة الحرفية هو عايز يبقى أمين جدا تجاه النص الأصلي فبالتالي بيترجم literally كلمة مقابلها كلمة يعني حتى أدوات الجر حتى كل الأفعال لازم يحطها وبعدين يركب الجملة الترجمة حرفية أو أنه بنسميها حاجة بيسموها ديناميك اكويفلانت يعني يعني أقدر أحط العبارة دي في عبارة أخرى مساوية لها بس في اللغة الجديدة القارئ يفهمها مش لازم أبقى مرتبط بكل كلمة بكل فعل كويس يعني دي مدرسة تانية في طبعا يعني حرية الترجمة أن أنت بس توصل لفكرة المهم توصل لفكرة وصلها بأي طريقة كويس لكن عشان كده لما ندرس الترجمات احنا بندرس النهاردة الترجمة السبعينية ولأنها ترجمة فنشوف فيها أمور كثيرة صح وفيها أمور كان مفروض تبقى أفضل ده الواقع لا يضلكم أحد طيب أجي إلى أنه سبعينية ما هي سبعينية سبعينية تشير إلى نص أو ترجمة واحدة لا تشير إلى نص أو ترجمة واحدة بمعنى إيه يعني هي في الحقيقة مجموعة من الترجمات للعهد القديم مع بعض أصفار الأبو كريفة قام بها اليهود في فترات يعني متبعدة تتجاوز مئات السنين هي بدأت لكن استمرت ومش نفس الناس اللي بدأوا بيها أنهوا بيها واضح الفكرة يعني يعني السبعينية لا تشير إلى العهد القديم كله مترجم بواسطة فرد أو مجموعة محددة لكن السبعينية تشير إلى ترجمة بدأت بأشخاص وبأشخاص آخرين مع الزمن كملوا الترجمة دي كملوا الترجمة دي فاخدت وقت من الآوات أنا أؤمن شخصيا أنه ما قام به بحسب الروايات المختلفة السبعون شيخا اللي كلفوا بالترجمة السبعينية أنه أول جزء أكملوه كان طورات موسى الأسفار الخامسة تكوين والخروج ولوين وعدد تسنين جم بعدهم بأشخاص تانين قاموا بترجمة الأسفار الأخرى طيب أجي إلى توضيح مهم هذا دكتور مصطفى بيكلم فيه شوية عن الترجمة السبعينية وبيوضح لنا فكرة مهمة ممكن نسمعها يا ترى الصوت واضح مشيت مرحلية خدمة لأراض خليني أرجع بالفيديو من الأول يقطع بأن الترجمة لم تتم في مرحلة واحدة وإنما مشيت مرحلية خدمة لأراض اليهود الذين تأغرقهم وأصبحت ثقافتهم ليه طلبوا ترجمة لأن اليهود المقيمين في السكندرية بالذات تأغرقوا تأغرقا بعيدا كلمة تأغرقوا يعني تبنوا الثقافة الإغرقية باللغة بتاعتها اليونانية كويس فلما يقول اليهود تأغرقوا زي لما يقول العرب اتأمركوا العرب اللي عايشين في أمريكا صاروا لسانهم معهوك بيتكلموا الإنجليزي زي أهل أمريكا فده اللي عايز أقوله فوجود اليهود في اسكندرية وجود قطاع كبير من اليهود في الاسكندرية مع مرور الوقت كان هناك احتياج إلى ترجمة النص العبري اللي هو مهم جدا بالنسبة لهم للعبادات والطقوس والممارسات إلى اللغة اللي هما اتبنوها وبيتكلموها كل يوم لأنه اللغة اللغة لو ما تكلمتهاش انت كل يوم اللغة بتضيع يعني ممكن الواحد يروح امريكا امريكا في القاهرة ويدرس كورسو اثنين وثلاثة واربعة في الانجليزي ممتاز ويبقى ممتاز لكن إذا ما مرسي أنه يتكلم ويكتب هذه اللغة يوميا مع مرور الوقت بقاش ليه هايمة بينساها فايس ده اللي حصل مع اليهود وعش كده الترجمة السبعانية كان هناك احتياج شديد جدا للترجمة السبعانية انه الترجم العهد القديم إلى اللغة اليونانية البداية في خطاب اسمه خطاب ارستينياس ارستياس خطاب ارستياس دوا كان في القرن التاني هو الخطاب يرجع إلى القرن التاني فبيقول انه كيف نشأت الترجمة السبعانية كيف نشأت الترجمة بيقول ان الملك المصري بطلي موس التاني فلادلفوس اللي هو ملك من سنة 285 إلى 246 كويس امر بترجمة الكتاب المقدس العبري إلى اليونانية حتى يضع في مكتبة الاسكندرية كويس انه انه احد المستشارين اشار إلى الملك وقال له هناك كتاب يهودي مهم جدا اليهود مليان احكام وشرائع ومهم جدا ان احنا نترجم ونحط في مكتبة اسكندرية فالملك البطليموس التاني وهو كان عاشقا للكتابات والفلسفة والعلم والمعرفة و يعني هو البطليموس الاول هو صاحب فكرة مكتبة الاسكندرية لكن البطليموس التاني هو اللي نفذ الفكرة ونشأت مكتبة الاسكندرية كويس دي القصة بتقول كده و نتيجة كده بعت لي العزار اللي هو رئيس الكهنة في اورشاليم وقال له انا عايز مجموعة من الخبراء الكتاب الذين يقومون بترجمة التوراة من العبري الى اليوناني فارسل له 72 يعني هم شيخ 6 من كل صبت وخدهم الى الاسكندرية وقعدوا في جزيرة فران وترجم النص العبري هناك كويس طبعا البعض لما بيسمع الرواية دي بيقول انه رواية ارستياس دي استورة يعني دايما وانت بتقرأ حتى على الكتب بيقولك استورة كلمة استورة لا تعني انها غير تاريخية ممكن الناس تكون اضافة الفليفر بتاعها عليها يعني مع مرور الوقت الناس اضافت بعض التفاصيل يعني من ضمن التفاصيل مثلا اللي اضيفت انا اؤمن انها حقيقة انا اؤمن انه الرواية تحمل بعد تاريخي حزس فعلا انه بطليموس اتشجع على انه يبقى مسؤول ويستدعي خبراء يترجموا الكتاب انا لا انفي هذا ما عندناش حتى تاريخيا ما ينفي هذا كويس لكن ممكن اللي انضاف مع الوقت على هذا انه الترجمة طلعت السبعين شيخ لما ترجموا التوراة طلع السبعين نص بالزبط كما هما اه مش تحصل دي اضافة ده الفليفر كويس اللي بتحط مع مرور الوقت اللي بيحول القصة الى ويعطيها بعد غير البعد اللي مقصود انه تكون عليها نسمع كده الفيديو اللي جاي بتحكي فيه الدكتورة مونة عن بطلي موس التاني واهتمامه بالترجمة لما لما يكون فيه كتاب سماوي بيدين بعدد من البشر في المنطقة المحيطة بمصر وفي مصر نفسها بالو في الاسكندرية بالتأكيد هيكون فكر البطلميوس من الطبيعي جدا انه يفكر فيه ترجمة هذا الكتاب الترجمة اصلا حركة الترجمة كانت لها قوة كبيرة جدا في عصر البطلميوس وانشئ الدار للترجمة وانشئ وظائف رسمية للمترجمين يعني الترجمة كانت فعلا اهتمام من اهتمام بطلميوس التاني وكيف يلسوف ومفكر ومهتم بالثقافة اه 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 بعمل الترجمة كويس ازاي تعمل التفاصيل بقى اللي تعمل دي اه ما عندناش تفاصيل كتير كويس لكن اول ما تم ترجمته كانت التوراة ليه اقول لحضراتكم نقطة مهمة جدا اه زي ما قلت انه الاحتياج هناك احتياج شديد جدا كان هناك احتياج شديد جدا لترجمة التوراة العبرية الى اللغة اليونانية كويس بسبب اليهود المتغربين اللي في الشتات دياس بورا ولهذا اصبح من الضروري ترجمة التوراة الى اللغة التي يتحدث بها اليهود اليوم كي نهاردة لو عندنا مجتمع عربي مهاجرين عرب في امريكا الجيل الاولاني بيحافظ على اللغة كويس اللي هو جاي من مصر الجيل التاني خلاص يعني انا اكلمكم من خبرة شخصية انا اولادي يفهموا عربي يعني ما عارفوش يكلموا عربي ممكن يفهم كمان حتى الفهم بتاعهم اقول 20% 30% يعني عندي بنت صغيرة مثلا اللي تعرفوا عن العربي هي كل كلمات اللي مش كويسة يعني حمار جزمة مش عارف الحاجات دي لكن لما تيجي تتكلم معها باللغة العربية ما تفهمش امالهي بتكلم بتكلم انجليزي مولودة مدرسة كابرانو في الجامعة هنا طب انا لم ياجئ أديها كتاب عربي ولا أديها كتاب انجليزي لازم اديها كتاب انجليزي كويس وهذا هو بالضبط الحال اللي كان موجود في الاسكندرية لليهود المتغربين مش بس اليهود المتغربين في اسكندرية ده اليهود المتغربين في كل الامبراطورية القديمة اليونانية القديمة كان هناك احتياج بس اسكندرية لانها كانت كانت يعني مركز ثقافي مهم جدا وباطليموس التاني كان مهتم جدا بمكتبة الاسكندرية وبكتب وبالترجمات الى اخره ده الاحتياج فاليهود لقوا نفسهم في احتياج شديد للاجيال الجديدة ولعباداتهم والاستمرار اولادهم في المجامع اليهودية ولفهمهم لشريعة موسى وكيف يتطبيقها وكيف يعيشوا كيهود وسط الامم احتاجوا الى نص مترجم الى اللغة اليونانية اللغة التي يتحدثون بها اللغة التي تبنوها ويتحدث بها المجتمع شوف هنا التاعب بيقول لنا ايه على الترجمة السبعينية الترجمة السبعينية دي زيها زي مثلا اي ترجمات تانية زي بشيطة زي الفولجاتة يعني ايه ويمكن هي اقرب للترجمة اللاتينية القديمة للعهد الجديد والقديم يعني ايه يعني عوام يهود الشتات وجدوا الحاجة الى انهم يترجموا العهد القديم العبري الى اليوناني فبقى في مجهودات فردية متفرقة او ايا كان صح وانا اتفق معك اليهود وجدوا هناك احتياج قد يكون الاحتياج ده بدأ فعلا بطلب من بطليموس انهم محتاجين الترجم والراجل تبنى الفكرة وترجموا التوراة لكن بقية الاسفار خدت من الوقت والمجهود واشخاص مختلفين قاموا بهذا العمل فدي نقطة مهمة حظيت التوراة اما اتكلم عن التوراة اتكلم عن اسفار موسى الخامسة حظيت التوراة باهتمام كبير من قبل المترجمين كويس حيث كانت الحاجة اليها ماسة لاستخدامها في العبادة في المجامع اليهود شوفوا التوراة بالنسبة لليهودي هي الفاونديشن الاساس التوراة هي الاساس كل الانبياء الذين اقتوا بعد بنوا دعوتهم ورسالتهم على التوراة ولا عملوا الرب وسجلتوا التوراة فبالنسبة اليهودي التوراة هي هي الاساس هي الاساس ولا يمكن ان يأتي نبي من الانبياء بما هو مخالف للتوراة لكن النبي يأتي ويذكرهم بتوراة الرب والنهضة تحصل لما يرجعوا الى ما هو مكتوب في التوراة فبالنسبة لليهودي الاسفار موسى الخامسة الجزء الاولاني التوراة هو اهم جزء هو اهم جزء زي ما عندنا في العهد الجديد الانجير الاربعة هي مش هقول الاهم لكن هي الاساس يعني لا يمكن ابدا ان تبنى دعوت بوليس وبوتروس وكرازتهم الا على حياة المسيح تجسده وحياته وموته وقيمته اللي مذكورة في الانجير الاربعة ولما بوليس يحب يعلم حاجة يرجع للانجير الاربعة ولما يحب انه يتكلم عن عمل المسيح يرجع لما هو موجود في الانجير الاربعة كويس فالرسائل هي تطبيق للانجير الاربعة رسائل العهد الجديد هي تطبيق هي تصحيح لتعليم كانت موجودة خطئة عكس ما هو مكتوب في الانجير الاربعة زي ما ايضا رسالة الانبياء مقارنة بالطوراة موسى واضح الفكرة فعش كده الطوراة كان لها اهمية خاصة ولحد النهاردة لحد النهاردة لابد ان تكتب الطوراة وتنسخ باليد ولابد ان يكون في كل مجمع نسخة واثنين وثلاثة من الطوراة المكتوبة باليد تقديسا لكلمة طلعة واضحة الفكرة دي جزء مهم جدا عش كده التوراة او اسفار موسى الخامسة يعني خدت اهتمام كبير جدا من قبل المترجمين حيث كانت الحاجة ليها ماسة لاستخدامها في العبادة في المجامع اليهودية وتعتبر التوراة فعلا اول جزء من العهد القديم قد تم ترجمته وترجمته بعناية بعناية شديدة جدا طيب اجي الى ترجمة السبعانية طبعا احنا بنتكلم على ترجمة تمت في القرن الثالث قبل الميلاد قبل ظهور المسيحية قبل التجسد قبل حياة المسيح قبل دعوة الرسل ويس فبالتالي النص العهد القديم موجود ومتوفر باللغة اليونانية لما بدأ رسل المسيح في كتابة العهد الجديد وكتبوا باللغة اليونانية اقتباساتهم كانت منين كانت من النص اليوناني اكثر من النص العبري زي نحض لو انا عايز لو انا عايز اكتب كتاب بالانجليز كويس زي مثلا كتاب في الباد عايز اكتبه بالانجليز طب لما اقتبس آية اقتبسها من العربي وترجمها ولا اقتبسها من ترجمة انجليز موجودة انا بثق فيها طبعا اقتبسها من ترجمة انجليزية انا بثق فيها صح واضح الفكرة فبالتالي لما رسل المسيح وكتاب العهد الجديد كانوا يقتبسون نصوص كما هو كما ذكر في اشعياء كما قال اشعياء كما قال داود كويس كان بيقتبس النص ده منين كان بيقتبسه من الترجمة السبعينية كوي كان بيقتبسه من الترجمة السبعينية طيب اكمل مع حضرتكم اخد مدخلة من الاخت فريال وارجع اكمل مع حضرتكم الو الو اهلين اخت فريال كيفك اهلا بيك نشكر الرب أخي أشرب سلام ونعمة أهلا بحضرتك الله يخليك الله يحفظك أخي أشرب بسحب باختصار أعرض على هذا أبو العريف اللي كله كلامه الرب يسامحه على كله نحن نشكر الرب ما نوجه شتيمة بشتيمة لأن الرب يسوع المسيح علمنا له كل المجل لا تخرج كلمة رديئة من أفواهكم لكن قال بمفس الوقت له كل المجل من القلب الشريط تخرج كل الأشياء الشريطة الكلمات فهو راح يطهر لسانه الرب ينبس قلبه يطهر قلبه يتخلص من هذه الكلمات البديئة اللي تأود عليها وتأودوا عليها فالرب يرحمه ويحترم نفسه أفضل نصليه أميه أنا بس نعم أخي نصليله ونصلي لأجله آمين أكيد أكيد نصلي الأمثاله كثير يا أخ أشرف كثير من أمثاله أنا بسحب باختصار رديت عليه أنت الرب يباركك أقول له يا أبو العريف ما عرف إيش اسمه جين متى هم كل إنجل أخذ زاوية من الرب يسوع أخذ زاوية من شخصيته إنجل متى كتب عنه أثبت بأن يسوع المسيح والملك استرمد المنتظر أيه لأنه كتبا للجهود كانوا ينتظرون المسيح والمسيح هو هو ظهر هو اللي رب يسوع المسيح له كل المشي آمين مرقص قدم شخصية الرب يسوع المسيح وعمله وتعاليبه إنجل قدم وصف دقيق ومفصل عن حياة يسوع المسيح وقدم المسيح كإنسان كامل أيه والمخلص وقدمه كخادم أما إنجل يوحن اللي أثبت بالإثبات القاطع أن يسوع المسيح هو ابن الله الحي وأن كل من يؤمن به سينال الحياة الأبدية أبو الأريف هذه الزوايا اللي كتبوا عنده التلاميذ المسيح اللي هم مسوقين بالروح الخدس كل واحد كتب عن الرب يسوع المسيح زاوية لكن مثل ما قلت أخ أشرب كل إنجيلنا هو سلاحنا خبأت كلامك في قلبي لكي لا أخطأ إليك هو كل محوره الرب يسوع المسيح له كل المشيح من التكوين إلى سكر الزوية الرب يفتح عيونكم يا رب ويرحمكم قبل فوات الأوات أشكره أخ أشرف الرب يحفظه دائماً من نعمة فوق نعمة شكراً لك يا أخت فريال بنسعد دايماً بمداخلاتك معنا طيب العهد الجديد لما اقتبس كتير من العهد الأديم زي ما بقولت بس من الترجمة السبعينية وبعض الكلمات الكتيرة اللي بنجدها في العهد الجديد هي ترجمة هي متخدام من الترجمة السبعينية مثلاً لقب كريستوس هو ترجمة للكلمة العبري الممسوح مسيخ كمان لقب رب كوريوس كمان الكلمة إيوان جليون اللي بنقول عليها إنجيل كويس هي كلمة خبر صار باللغة اليونانية لكن كمان في من أهم الاقتباسات هو اقتباس متى واحد تلاتة وعشر لما متى اقتبس في متى واحد تلاتة وعشر اقتبس من اشعياء اقتبس اشعياء سبعة أربعة عشر وده نص مهم جداً ليه؟ لأنه الترجمة السبعينية كتبت أو ترجمت قبل قبل العهد الجديد ترجمت قبل مجيء المسيح كويس دي نقطة لازم نحطها في الاعتبار ومن أهم الاقتباسات اقتباس متى في متى واحد تلاتة وعشر لما اقتبس من اشعياء سبعة هل عذراء تحبل وتلد ابناً كويس طبعاً الترجمة العبري ودي دايماً برضو بيحاول يبنى عليها بعض النقاد أنه لا أشعياء لم يقصد أبداً يتكلم عن عذراء لأنه أشعياء النص العبري النص العبري قال ها علماء ها علماء يعني الفتاة الشابة فهال العلماء تحبل وتلد ابناً فقالوا إذا كان هي فتاة شابة فهذا طبيعي أنه ممكن تكون متزوجة وليست عذراء لماذا يقول عنها متى أنها عذراء لأن الترجمة السبعينية اللي تمت قبل التجسد ومجيء المسيح فهمت أن كلمة لا علمة أو ها علمة اللي كتبها أشعياء يقصد بها عذراء لأن كل فتاة شابة مفروض أنها لم تعرف رجل بعد وده زي ما قلت لحضراتكم قبل كده إحنا مش بنيجي عند لتساي أنه عندك ابن ورايح تخطب له كويس ففي بنت تعرفها بنت صحبك بنت صديقك بنت قريبتك وريفر فبتقول لابنك عارف فلان الفلان ده عنده بنت جميلة شخصيتها حلوة ومؤمنة وجميلة وجميلة المنظر ما بتروحش تقوله في بنت عزراء لأنه لو قلت بنت عزراء أنت الكلمة نفسها بتحمل negative connotations بتحمل معنى سلبي كويس بتحمل معنى سلبي ففي المجتمع الشرقي ما يقولش عزراء آه في كلمة بطولة بالعبري موجودة لكن هو الأشعياء بيقول أن كل بنت فتاة شابة هي فتاة لم تعرف رجل وعش كده الترجمة السبعانية لما ترجمت إشعياء ترجمت كلمة ها علماء حطتها العذراء التكنيكال تيرم أو التيرم أو التعبير التكنيكي اليوناني بارثينوس عزراء بارثينوس وده فعلا الأسد وأشعياء وعش كده دي نبوة عن رب يسوع وعش كده متى لما اقتبس اقتبس النص من الترجمة السبعانية لأنه أدرك أيضا وهو يعلم جيد أن يسوع قد ولد من عذراء والترجمة السبعانية صح في هذا الأمر طيب أجي إلى أنه الترجمة السبعانية لم تشمل فقط الأصفار القانونية للعهد القديم اللي هما 24 0 أو 39 الـ 24 هما 39 كويس يعني أنا شوح طعب لكده لأنه هما سامويل الأول وسمويل الثاني 0 1 وملوك الأول وملوك الثاني 0 1 وأخبار الأيام الأول وأخبار الأيام الثاني 0 1 وكمان بنحط الأنبياء الصغار كلهم 0 1 بيبقى عندي المجموع 24 هما هما كلمة كلمة كويس يوسيفوس بيقول أنه هما 22 لأنه اعتبر أنه رعوث جزء من القضاء واعتبر أن مراثي أرمية جزء من 0 أرمية فبالتالي هو 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 نفس الرقم كويس ففي الترجمة السبعينية شملت أصفار القانونية العهد الأديم لكنها شملت أيضا بعض الأصفار الأخرى إلى اليهود لا يؤمنون بيها والمسيح لم يشر إليها والتلاميذ لم يقتبسوا منها كويس لأنه التوراة اليهودية هي فقط أو الكتاب المؤدس اليهودي التناخ اليهودي هو فقط التوراة أصفار موسى الخامسة والأنبياء والكتب لكن ترجمة السبعينية شملت طبيا سفر الحكمة المكابيين واحد واثنين وثلاثة واربعة يهودت الحكمة تسباحة الفتية الثلاثة سوسن أصفار عزرة إلى آخر الأصفار اللي هي القانونية ترجمة هذه الأصفار لا يعني أنها موحبية من الله أنا أريد أن أوضح فكرة لأنه النهاردة لاتسي أنه أنا عندي حركة ترجمة فبترجم أنا بترجم كل حاجة كل نص بيقعد أيا بترجمه فترجمة النصوص هذه النصوص لا يعني أن المجتمع اليهودي كان قابلها كأصفار موحبية من الله لكنها كأصفار تاريخية مهمة للشعب اليهودي أنه يعرف هذه الحقبة من التاريخ فترجموها والحد النهاردة اليهود لا يقبلون هذه الأصفار كأصفار نوحبها من الله إحنا للأسف الأصفار دي دخلت إلى ترجمة الفولغاتا لأنه جيروم حطها كأصفار نستفاد بها تاريخيا لكن مع مرور الوقت ودخول الكنيسة في عصر الظلام صارت هذه الأصفار في نظر البعض أصفارا مقدسة وهي ليست كذلك كويس طيب طبعا الترجمة السبعانية أيضا سمت الأصفار بأسماء شوية مختلفة عن ما هو كان متعرف عليه في النص العبري يعني مثلا لما نقرأ التوراة في النص العبري أو كتاب اليهود العبري بنعرف أنه الأصفار موسى الخمسة الاسم لكل سفر هو يعتبر أول عبارة أو كلمة من الأول عبارة في السفر يعني لما بنقرأ في سفر التكوين بيقولك أنه براشيد براء الهيم في البد خلق فسفر التكوين عند اليهود لما تلاقي السفر مكتوب هتلاقي براشيد اللي هو في البد إحنا ترجمنا لما الترجمة السبعانية ترجمت سمت السفر مش في البد سمت السفر جينيسيس اللي هو الأنساب أو يعني الأصل الأصل كويس لما جات عندي سفر الخروج معروف أنه سفر الخروج بيسمى شموت أو أسماء وهذه أسماء كويس عند اليهود لكن لما جم عنده هذا السفر سفر الخروج كويس سمه أكسدس لأنه هو قصة الخروج كله من مصر سفر التالت بيسمى فيكرا وعبارة عن ودع كويس ودع ودع الرب موسى وقال له كذا وكذا وكذا ده عند اليهود تسمى في الترجمة السبعانية ليبيتيكس أو إنشارة إلى اليهود الذين قاموا بمسؤولية الزبائح والهيكل والخيمة وإلى آخر السفر الرابع بمدبار أو في البرية سمي سفر العدد لأنه فيه إحصاء كثير لشعب إسرائيل السفر الأخير دابوريم أو هذا هو الكلام سمي بي سفر التسنية كويس لكن في عجالة هناك أكتر من نسخة للترجمة السبعانية زي ما عندنا أكتر من نسخة للترجمة الإنجليزية زي ما قال الترجمة العربية فيها أكتر من نسخة كذلك أيضا الترجمة السبعانية وهي إشارة إلى النص العبري المترجم إلى اليوناني الترجمة السبعانية كان هناك أكثر من نسخة نسخة أو النسخة اللي هي نسخة أكويلة كويس ونسخة ثيودوس وسيماخوس والسوداسية بتاعة أوريجانيوس اللي حط فيها ترجمات مختلفة مقرنة ببعض أجي في عجالة لبعض النقط اللي بيصيرها البعض بخصوص الترجمة السبعانية وهي الإختلافات بين النص العبري والترجمة السبعانية لما بنقرأ زي ما قلت الحرارة لكم لما بنقرأ النص العبري اللي هو النص المزوري اللي كلمنا عنه المرة اللي فاتت كويس اللي هو النص العبري المعتمد عند اليهود لما بنقرأ النص المزوري ونقرنه بالترجمة السبعينية بيبقى فيه بعض الاختلافات كويس بعضها اختلافات كبيرة وبعضها اختلافات تعتبر اختلافات هجاء او طريقة كتابة الكلمة او الاسبيلنج الى اخر من ضمن هذه الاختلافات هو اختلاف اختلاف مرتبط بموليد ادم اختلاف مرتبط بموليد ادم اللي هو تكوين خمسة تكوين خمسة بيديني لستة طويلة بالاسماء انه ادم عاش قد كده وانجب ابنه وعاش بعد ابنه كم سنة ومات وبعدين شيس عاش قد كده وانجب ابنه وبعد ما انجب ابنه عاش ده الزمن ومات فهناك اختلافات ما بين الترجمة السبعينية وما بين النص العبر البعض يقولك ايه بقى سبب الاختلافات دي ليه هذا الاختلاف موجود يعني مثلا هقولك بعض الاختلافات بسرعة علشان انا نقشت هذا الموضوع في كتاب في البدء باستفادة لكن يعني مثلا ادم ادم عندما ولد ابن كان عنده 130 سنة بعد ولادة الابن عاش 800 سنة عمره اللي عاشه 930 سنة لما نيجي عندي الترجمة السبعينية قال انه ادم ولد ابنه لما كان 230 سنة مش 130 سنة وعاش بعد ابنه 700 سنة المجموع 930 المجموع زي بعضه مجموع السنين زي بعض بس ليه هناك اختلاف انه انجب شيس وهو عنده 130 بينما الترجمة السبعينية بتقوله ان انجب شيس وهو عنده 230 كويس طبعا يعتبر الرجوع الى النص المزوري هنا معظم العلماء بيرجعوا الى النص المزوري او النسخة المزورية لانها في نظرهم تعتبر اقوى ولها مصداقية كثيرة عن الترجمة السبعينية زي ما قلت الترجمة ممكن تخطئ ممكن المترجم يخطئ ممكن المترجم يغلط في كتابة حرف كتابة رقم كويس ده طبيعي ده ممكن ممكن يحصل عشان كده الرجوع للنص العبري مهم اوي في الجزء ده لانه النص المزوري يعتبر هو النص الذي يأخذ به اليهود لانه هناك هناك ايضا هناك ايضا يعني غلطة في الترجمة السبعينية اذكرها بسرعة النص المزوري حط انه متشالح بيموت في نفس سنة الطفان يعني لو حسبت السنين هتجد انه متشالح مات في نفس سنة الطفان النص الترجمة السبعينية حطت متشالح انه مات بعد 14 سنة من الطفان يعني كأنه متشالح كان معاصر للطفان بس احنا نعرف انه الذين عاشوا هو نوح ومراته واولاده الثلاثة وزوجاتهم وبيأكد الكتاب على انه تمان انفس بس فبالتالي ما ينفعش انه يكون متشالح هو اللي كان موجود بعد الطفان عشان كده بيأخذوا الى يعتمدوا على النص المزوري على انه في الامور دي يعتبر انه اصدق من الترجمة السبعينية لانه هناك ممكن المترجم زي ما قلت يخطئ في كلمة او في كتابة حرف طيب اجي الى نقطة اخرى سفر ارمية وده ده سفر ارمية ده موضوع كبير جدا سفر ارمية سفر ارمية هناك اختلافات كبيرة جدا ما بين النص المزوري والترجمة السبعينية وانا على فكرة لما اقوله هناك اختلافات انا لا اطعن في الواحي ولا اخفي ما هو موجود نحن نقول الصدق وبندرس هنا نقد النص لانه مهم كويس لانه ده لا يؤثر على وحي النص انا بتكلم على ترجمة هناك اختلاف ما بين النص المزوري والترجمة السبعينية فيما يتعلق به سفر ارمية هناك اجزاء غير موجودة في الترجمة السبعينية لسفر ارمية بل الترجمة السبعينية تعتبر نقصة وانا تمنى النص المزوري وبعدين فيه اصحاحات مترتبة بترتيب مختلف كويس اصحاحات مترتبة ترتيب مختلف يعني بدل ما حاطت مثلا اصحاح ستة واربعين الى واحد وخمسين اللي بيتكلم عن دينونة الامم كويس موجود في النص المزوري من اصحاح ستة واربعين الى واحد وخمسين موجود في النص الترجمة السبعينية موجود فيه الاصحاح خمسة وعشرين الى واحد وثلاثين ده ترتيب الاصحاحات بحسب النص المزوري بحسب النص الترجمة السبعينية كويس فليه هناك اختلاف ليه هناك اختلاف في ترتيب الاصحاح ليه هناك اختلاف في ترتيب الامم اللي ربنا بيدينها ليه هناك بعض النصوص مش موجودة اجزاء مش موجودة في الترجمة السبعينية كويس دي كلها امور مهمة جدا ايه الردي يبقى الردي انه كان فيه نصي واي دارس لصفر ارمية يعرف كده كويس كان فيه نص نطلق عليه short version و long version نص قصير ونص طويل ولما نقرأ في صفر ارمية نعرف انه لما الملك اتقرى قدامه صفر ارمية ونبوات ارمية اخذ هذا الصفر كويس وقطعه ورماه وحرقه بالنار فالرب قال ارمية اكتب صفر تاني فيه كل الكلام اللي اتكتب وهنا هاضيف عليه ايضا امور اخرى يعني النبوات اخرى ففيه نصخة من الصفر القصير وفيه نصخة من الصفر الكبير ولما نزل ارمية مصر كويس ووجده في مصر وعاشف تنبأ ارمية ايضا في مصر ففيه نبوات الضافت الى نص ارمية كتبها فيما بعد تلميزه والكاتب بتاعه اللي هو باروخ اي دارس بيعرف النقطة دي كويس فبالتالي دا لا يشككنا ابدا في النص الكتابي يقول مارك روكور في تلخيص لهذا الامر بالرغم من هذه الاختلافات ينقل الصفر الرسالة نفسها للقارئ سواء للنص المزوري او الترجمة السبعانية لكن من الجدير بالذكر ان ترتيب النص المزوري يبدو منطقيا اكثر من ترتيب الترجمة السبعانية ولا يؤثر ابدا هذا الاختلاف على مضمون الصفر ورسالته دا اللي احنا بنقوله عن الترجمة السبعانية انه كلمة الله ترجمت وترجمت الى لغات مختلفة واول هذه اللغات كانت اللغة اليونانية اللي هي بنطلق عليها الترجمة السبعانية رب يسوع قال الى ان تزول سماء والارض لا يزول حرف واحد او كلمة واحدة من المكتوب وعش كده كل ما يؤكد لنا يؤكد لنا صدق كلمة الله صدق كلمة الله وسبتها عبر السنين هنكمل مع بعض في حلقات قادمة فإلى ان نلتقي سلام الرب يكون معكم